السلام عليكم كديرين لبس عليكم تمنى تكونوا بألف صحة وعافية وتكون أمركم كلها مزيانة وجيدة يا رب اليوم اقترح عليكم هذا القلاس هذا اللي هو قلاس اقتصادي جدا وناجح مئة في المئة ولديد مليون في المئة نتمنى انكم تجربوه وانه يجبكم قلاس اللي هي بمكونات اللي ما كتتعقش اللي بسيطة وكيجي مزيان بزاف متساوش شاركوا في القناة ودعموني باللايك وبالبرتاج مع الأهل والأحباب والأصدقاء وشكرا جزيلا لكم المتابعة ومرحبا بكم في يومية ليلة مراكش بنسبة المقادير اللي غادي نجير هاك فيما قلت لكم فهي مقادير اللي هي متوفرة اذا عندي هنا يا نسطر ديال الحليب خمسمائة ميليليتر ديال الحليب عندي واحد ديال فاني عفوا فلان ديال الكاراميل وعندي هنا يا هاد العلبة هادي ديال الكريم شانتيه هادي اللي كيف ما كتشوفوها موجودة وعندي القليل هنا يا من الكوكاو اللي مبعد انا حمرته وعندي جوجة العلب ديال 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 الكاراميل شوية ديال الكوكاو ديال القرمشة ديال الكوكاو كادي يزوي نفس القلاس اذا هادي المكونات اللي غادي نحتاج وفلون كذلك ديال الكاراميل اذا هادا انواع من القلاسات اللي كان حضرهم وكي يعجبني صراحة تحت التكلفة دياله ما كاتكونش اللي هي غالية ومرطفعة يعني اذا بغادي نبدأ في تحتر دياله كان اخد الانية اللي غادي نطرف في هاديك الكريم شانتيه كان حط مستطر ديال الحليب خمسمائة ميلي ليلتر ديال الحليب اذا اللي تبعتوا هاد المقادير هادو فاكونوا اكيد ان غادي نجح معكم اكيد واكيد ويستعلي هاديك الخنيشة ديال الكريم شانتيه اللي بيعوض هاد الحليب مع الكريم شانتيه اللي ولكن غادي تكون التكلفة اكتر يدي القشدة الطريه يطربها اذا غادي ناخدهم غادي نطربهم بزائم زيان كيف ما كاتلاحظو ديما الحليب يكون عندنا برد الحليب اللي كان استخدمو دائما باش نطلعو ديال الكريم ديالنا اذا كيف ما كاتعرفو هاد العلبة هادية رام كتوفها كنجحو فيها غير رابعة ديال الحليب ميتين وخمسين ملي ليلتر ديال الحليب اللي كانت جي مع هاد الخنيشة هادية ديال الكريم شانتيه ولكن احنا بغينوش يكون تقيل لنا بزاف اذا بغينا للا غلاس اذا غادي نجحو نستروا ديال الحليب وكنبقا كنطرب فيها كم زيان دروري بانه باش يطرب مزيان باش كيعقد وكيجي تقيل كان بقاها كم استمره في التطريب كيف ما قلت لكم اللي عندو القيش دطارية ما توفردش عندو هاد الكريم شانتيه هادي ومتوفره عندو القيش دطارية في المنزل في مكلي يديرها يطربها كذلك اذا هادي هي اللي كان زيد عليه الفلون ديال الكاراميل اذا كان زيد عليه الفلون ديال الكاراميل هنا يا وكان بقا مستمره في التحريك في التطريب هنا يا كيف ما كان تلاحظو معايا كيف ما فضحوا مزيان دا بس خل الحال غادي نحتاجوا بزاف اللاكلاس باش ناخدوه كيه جبترالي بزاف نحضروا هاكا في المنزل كنعرفوه شنو درنا وحسن من ديال براب كاتير جدا إذا نزيد هنا جوجة العلب ديال دانيتس ديال كاراميل إذا هاد دانيتس ديال كاراميل كنعوض به الكريم كاراميل اللي كيتبع لي هو غالي ديال النسلي إذا يكفي هذا كيعوضه بطبيعة الحل وكي يجي مزيان وكان بقام استمره هنا يا بتطريب هاكا اذا تطريب المستمر دائما تطريب المستمر دان في اخر مرحلة اذا هذا هو الشكل اللي غستي نحصل عليه دان دابع نديره موجود صافي وجد ليا غادي نضيف لي هاداك شوية ديال الكوكاو اللي انا حمرته شوية في المقلع اللي تواجد عنده اللوز يمكن لي هيدير اللوز اللي باي صغنى عليه يمكن لي صغنى اللي بيدير طريفة ديال الشوكولات يدير طريفة ديال الشوكولات طي يقطعهم ويديرهم فهو اختياري على حسب الرغبة اللي بيدير البيسكويت المقرمل يقطعوا ديال مثلا اوريو فهو يدير يقطعوا يرمي في هاد المرحلة هادي باش كنحصلوا على ديال القرمشة ما كيكونش غير رقب كولو هاكا كنحسب واحد شوية ديال القرمشة دان هادو كلهم اختيارات عندكم اللي توفر عندو شي حاجة فيمكن لي هيديرها كنبقى كننساجمهم هاكا حتى كننساجمو وكانت توقف على التطريب اذا ندو الشكل وكان ناخد المول ديال اللي غادي ندخلت اللي جنب بعد ما كان نغلفو بالبلاستيك باش كيس هالعليا باناني نحيد منو الاغلاس بسهولة اذا كان نغلفو بالبلاستيك الغدائي هاكدا ومن بعد كان نصبفوك منو الاغلاس ديالي اللي انا حضرتو وغادي ندخلو المجمد ضروري المجمد وعلا الاقل يبقى واحد تحت السبعة تسويه كلما يقلس المجمد مزيان فهو افضل او لا ديروا الايلة كاملة تحضروا مثلا في العشية وتاكلوه اللي غادي فغادي يجمد مزيان لان على حسب الحرارة ديال الوقت اللي احنا ايا فيها مزيان يكون في المجمد اللي هي مدة اطول سافي كان بقى كنسرحو هاكدا مزيان بالسباتشي هاكا كان نديرو في الجواني بكلها وكان حاول كان قدو باش منين كي يجمد ليا كي يجي مقاد من من الوجه ديالو ما كديش بلاسة طلعو بلاسة ما مقداش اذا هاكدا انتم حاولوا تقدو عاكا وصفي وكان ديرو كي يجمد ليا فهذا الاثناء هادي اللي هو غادي نحطوه في المجمد كيف ما كتلكم ما بين اقل حاجة هي ستاديا سوايا اقل كل ما خليته بزاف سبعة تبنيه عشرة فهو كان افضل لانه هاكلاس مثلاجات يعني خستا تكون مثلاجة وجامدة مزيان اذا درتو داباف المجمد وجيت نحضر الكاراميل اللي انا غادي نرافقه معالي غادي نزينو به كان اخد هنا كاس ديال العنبا ديال السقار ساني دا اذا سقار حبيباز كان ديرو في المقلاء وكانش عليه الاشي نشعل عليه النار كانشعل عليه النار وكانخليه كايدوب تسيعطي لي هادلوين هادا كيبدأ كايدوب بوحده هاد الشكل هادا اذا النار اللي هي عادية ماشي مجهده وكانزيد عليه واحد الكاس ديال الما فاش تبغيو تديرو داك الكاس ديال الما ديال العنبا كذلك ديرو غير بشوية باش ما يطارش فيكو وبقاو كاتحركوك فما كاتشوفو راكي بليكم بحالة تلكد بحالة تشمع هكاك بحالة السكر ما تخافوش راكولو غادي تسرح مع بعضياتو مع التحريك كالمستمر غاديدير اذا هادا كاراميل يسال قزد عليه واحد تقريبا هنا معلقة ونص ديال الزبدة معلقة عمراء كبيرة ديال الزبدة ونص وكان بقاو كاتحركوك تتحركوك شيلي تلكدكو وكينساجم مع رسو وكينساجم بحالة تشكل مع التحريك المستمر غيره كيبغي تبقاو تتحركوه ماشي تحتو وتمشي وتقلسو لا تتديرو بملعقة خشبية وكاتبقاو كاتحركو كاتحركو حتى يوجد عندكم الكاراميل انواع كذلك سهل من أنواع الكاراميل كالكراميل ديال القشدة ديال الحليب بثاف ديال انواع ديال اسهلهم بالزبدة فقط جوجد المكونات لي السكار وزبدة و اكيد الماء باش كنطلعه كيعطينا واحد الكيمية اللي هي وفيرة من بعد ما كتديرو بيش عاجة كتحتفظو به بطبيعة الحال في شيء آنية و تديرو في التلاجة اذا هذا هو الشكل ديالو من بعد كتديرو في واحد الآنية و كتخليه حتى تيبرد على درجة حرارة المطبخة ولا تديرو يلك تزرباني في التلاجة غير لتحتى تيبليكم هكا عقد في الورا تيكون جاري ولكن غير تيبدأ تيبرد مع راسه و كيجي مع راسه هكا و كيولي الشكل ديالو كيجي يزوين و سهل اذا دابا بعد ما خرج القلاس ديالي من الفريغو غادي نجبدو باش غادي نديرو نقدمو و نزينو اذا هذا الكراميل كيفما كتشوفو الشكل ديالو السمك ديالو اذا غير غادي تخليه و كيكون في اللول كيفما كتليكم جاري غا تخليه يبرد غادي يعقد لكم اذا اسهل الكراميل هو هدا من بعد كتحيدو داك المثلجة ديالنا لغلاس ديالنا من المول و كتحطوها بسهولة كتحيد لاننا وضعي البلاستيك فضغية كتحيد لنا و كان بكاو كتزينو بعد الشكل على حسب الرغبة يمكن لكم ديرو خطوط اللي هي قليلة جدا كما يمكن لكم تكترو اه اكيا جميل كراميل فكما كتشوفو راني كترت هنا و من بعد زينتو بشوية اللي بقالية ديال الكوكاو اللي هو كما كتليكم حمرتو شوية في المقلة بش يجي من قرمل سافيه الشكل ديالو زوين يمكن لكم اللي كما كتليكم اللي عندو اللي دار اللوز غا يدير طبيعة الحلوز اللي دار شوكولا يمكن يدير طريفة ديال الشوكولا هنا يا فدزين فهو اختياري اكيد وعلى حسب الرغبة ديال اي واحد وعلى حسب المتوفر كذلك ان الشكل النهائي ديال الجلس ديالنا هو هدا كيجيزوين بزاف وناجح ولديد جدا كنتمنى انكم تجربوه وانه يعجبكم ما تستشاركوا في القناة تدعموني باللايك والبرتاج وشكرا جزيلا لكم مع المتابعة ومرحبا بكم في يوميات ليلة مراكش الى وصفة اخرى اشتركوا في القناة